الآن معنا من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي حيدر أهلا بك لو تضعنا في صورة تفاصيل هذا التفجير وحصيلة الضحايا حتى الآن حتى الآن الحصيلة مروج تتحدث عن أربعة قتلى وأكثر من عشرين جريح تفاصيل التفجير حتى هذه اللحظة القوات الأمنية تحقق فيما كانت سيارة مفققة أو أبوات ناسفة وضعت داخل سوق شعبي ولكن النيران التي شاهدناها هي تشير إلى أن هناك سيارة مفققة انفجرت في أحد الأسواق الشعبية في منطقة الحبيبية في أحد ضواحي مدينة الصدر هذا التفجير بحسب من تحدثنا معهم قبل قليل من القبراء الأمنيين هو محاولة لخلط الأوراق قبيل الانتخابات اعتاد العراقيون على هذه التفجيرات وهذه الحمى الانتخابية الدموية قبيل كل انتخابات أو كل استحقاق انتخابي وبالتالي جاء هذا التفجير أيضا في محاولة من قبل الجماعات الإرهابية لخلط الأوراق في داخل بغداد والتأثير على الوضع العام بصورة عامة وأيضا وضع الحكومة العراقية الانتخابي في المرحلة المقبلة خصوصا وأن الجميع يرى في خطوات الحكومة العراقية خطوات جيدة باتجاه تصحيح العديد من المسارات وبالتالي جاءت عمليات التفجير هذه للإشارة والإيحاء بأن الوضع الأمني وأن هذه الحكومة هي غير قادرة على الاستمرار في المرحلة المقبلة ننتظر أن تكون هناك تفاصيل أكثر من قبل الأجهزة الأمنية حول طبيعة هذا التفجير الجهة المنفذة وفيما إذا كان يكون هناك قبض على المنفذين أو من يقف وراءه شكرا جزيلا على المتابعة لهذا الحادث من بغداد مرسلنا حيدر الأساديين